شهدت قضية تشكيل الحكومة الجديدة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على البرلمان شهدت تصعيدا سياسيا ملحوظا طالبت فيه بعض الكتل بشمول العبادي بالتغيير الجديد وتلويح كتل أخرى باللجوء إلى المعارضة الحكومية قطع رئيس الوزراء حيدر العبادي الطريقة على أي مبادرات جديدة بشأن حكومة التكنقراط التي ينوي تشكيلها ليأتي هذا الموقف بمثابة رد مباشر على تقديم زعيم المجلس العلل الإسلامي عمار الحكيم لما سمى خارطة طريق لتشكيل حكومة التكنقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية طهران لم تكن بعيدة عن تلك المبادرة حيث سبق تقديم الحكيم لمبادراته لقاء جمعه في بغداد مع السفير الإيراني حسن دنائفر الذي وصف المبادرة بتوقي نجاة للجميع للخروج من الأزمة السياسية في البلاد مصدر مطلع بيّن أن بعض الأطراف السياسية اتهمت العبادي بالتخاذل والسعي لإرضاء جهة أو مكون دون آخر دون النظر إلى مكونات الشعب الأخرى موضحاً أن أغلب الأسماء التي تم الإعلان عنها لم تكن باستشارة الكتل السياسية في الحكومة ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يترأسه أسامة النجيفي لوح بالتحول إلى المعارضة الحكومية واصفاً في بيان له التغيير الوزاري الجديد بأنه معالجة ترقيعية لمشاكل جدية مقترحة تقدم بها كل من تحالفي القوى والكردستاني وأطراف في التحالف الوطني لتغيير الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية الستة عشر المادة السادسة والسبعون من الدستور اشترطت موافقة الغالبية المطلقة من عدد الحاضرين في الجلسة لمنح الثقة للوزراء مبيناً أن النصاب الغالبية المطلقة يتحقق بحضور 165 نائباً من أصل 328 نائبة وبناء على ذلك فأن غالبية الحضور ستكون 83 نائباً وبتصويتهم تمنح الثقة للحكومة بعد انتهاء المهلة يوم الأحد المقبل لم تنتهي معركة التحديات التي يخوضها العبادي بمجرد إعلانه تشكيل الحقيبة الوزارية المقترحة وتقديمها للبرلمان في ظل تساعد التهديدات ووضع العراقيل من قبل الكتل السياسية في الحكومة ومن بينها التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي في محاولة من بعض أطرافه الحصول على مكاسب سياسية